موسيقى وهو الكورس متكون لأربع لغات طبعا كله لغة دي دونية الHTML والCSS والجافسكريبت والPHP وزاد الميساكل فالHTML ده أصغر حاجة هو الكورس كله فوق 150 درس الHTML 12 درس بس فدول طبعا طبعا سجل مش واخد راحتي فاخد اللابتوب مثلا وعد في أماكن عامة وفي أماكن عامة بكرر وجودي هناك لدرجة ان الناس بتفتكر بقى يعني الناس قاعد بتكلم عربي لا أصلي بتكلم عربي في وسط أجانب لكن عمال في ناس ما 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 تفهمش في الكلام هاته فتشوف نعمال بكتبه لامي توجد حاجات غريبة وفي اللي بفتكر أن 중ابست الشرس دي اصعب حاجة. ان فيديو بالذات او الانلاين ان انت بتكلمي جميع مستويات العقوب بالتفكير. عرفتني على ناس حلوة كتير جدا. ناس وبيني وبينها على فكرة محبة لله في لله انا اخرج منها بناس من الحب كده فيش مصالح. لان ما ما عايزين مني ايه? كل موجود عن نت. اشتركوا في القناة السلام الرحمن الرحيم يا اهلا بكم ومعك رامي الجنزوري من جيتوب ميكس اكاديمي. النهاردة او الفيديو ده هو اخر فيديو ان شاء الله في الكورس وبكده ان شاء الله يعني الحمد لله نكون افلنا الكورس بالكامل. في البداية بس انا عايز اوثق هذه اللحظة او هذا التاريخ وهو اتناشر مايو 2017. طبعا تسجيل الفيديو الحالي الساعة زي ما انتم شايفين اتناشر تسعة تلاتين دقيقة صباحا. اه فمصر طبعا دلوقتي ربما تكون الساعة اه ربما سبعة او تمانية صباحا يعني. مشورة كان طويل جدا. والحمد لله ان ربنا خلاني فعلا اه انا فز وعدي وان انا اعمل الكورس ده كله. خلينا نبتدي مع بعض الدرس انا طبعا شوية متأثر فعلا حاسس ان انا متأثر. اه لان زي ما قلتلكو دي عشرة. بس خلينا نبتدي الدرس بتاع النهاردة والدرس الاخير. من دورة احتراف تصميم وتطوير الويب الشاملة وخاصة البي اتش بي والمي سيكول. وهنتكلم عن نظام البحث وهو القطوة الاخيرة في المشروع بتاعنا. طبعا لو هنيجي نبص مثلا ايه هو المقصود. خليني نبص على النموذج الانهائي. المقصود ان احنا هنا بيكون في المربع بتاع البحث وزرار سبمت. لما بتكتب اي حاجة مثلا حرف الجي على سبيل المثال. فبيبتدي يشوف لك كل ايه هو حرف الجي موجود سواء في العنوان او حتى سواء في محتوى الموضوع. فبيجمع لك كل المواضيع اللي فيها حرف الجي وهكذا يعني. يعني هو نظام طبعا بحث بسيط وانا سيبه مفتوح ان انت بعد كده ربما تضيف حاجات واتطوره مع نفسك. بس خلينا الاول نبتدي نشوف التنفيذ هيكون ازاي. مبدئيا انا باعتمد على ملفين. الملف الاول هو mysql-search-form.php وهو بسيط جدا مهمته بس عرض النموذج. والملف التاني mysql-search.php وده مهمته انه هو بيعمل عملية انه بيحلل الكلمات وبيبحث وكمان بيعرض النتائج. تمام؟ يعني كأن ده لما بندوس سبمت بيتوجه على الملف ده. خلينا الاول نبص المنظر هيكون عامل ازاي؟ انا بس هنا هعمل مسح وهحط الفورم على طول كhtml بدون اي اكواد وبدون session وبدون اي شيء. ليه؟ لان انا الملف ده هستدعيه في منطقة الهيد. في منطقة الهيد هنا. بحيث انه هو يبقى متواجد على طول في الجزئية دي. تمام؟ فعشان كده لو انا حطيت مثلا بدأت session او عملت session فهيحصل تضارب. لان اغلبية الصفحات فيها فعلا session بتبدأ. مثلا يعني. او لو عملت تضارب mysql مالوش اي لازمة. فعشان كده الملف ده بيكون بس نموذج البسيط ده. فورم. الميثود بوست. والأكشن. بوجهه على الملف بتاع mysql underscore search.php. اللي هو فيه الشغل الفعلي. وإمبوت تايب. تكست بليس هولدر عادي. يعني search for something. المكان اللي بيظهر فيه النص الافتراضي. ونيم. مهم طبعا اسمه. سيرش باكس. اوكي. وحاجة الاخيرة هو submit. والvalue go. يعني. مجرب بس بتاعارض go. طيب. جميل جدا. وقت ما بنضغط على submit. بوجهنا على mysql underscore search. وده اللي بيكون فيه زي ما نقولت الشغل كله. طبعا هنا انا مش هحتاج لسيشن ولا اي حاجة لان السيرش هيكون متاح لجميع الناس. ولكن اكيد احتاج التصميم. فانا هستدعي ملفين للتصميم mysql underscore head.php والفوت. وخلاص انتو المفروض عرفتو ان الملفين دول بس ربما برضه عشان الناس اللي ربما دخلوا مش متابعة معايا. الملفين دول خاصين بالتصميم. في منطقة الهيد بحط منطقة الهيد وفي منطقة الفوت بحط منطقة الفوت. وفي الاخر بجمعهم على بعض او بستدعيهم بالمنظر ده. واي حاجة انا عايزها بكتبها في النص هنا. فالنتيجة ان بيكون المحتوى في المنطقة البيضة اللي هنا. في الدف اللي هو الباتجراوند بتاعه ابيض هنا. الحاجة التانية وهي ان احنا عايزين نحول كل الكلمات اللي بتدخل فيه المربع النصي الى مصفوفة. يعني الكلام ده. يعني مثلا انت حسبا انت ممكن تعمل اكتر من حاجة زي مثلا جي طوب ميكس. مثلا يعني انت بتبحث عن التلات كلمات دول. انا بيكون من خلال اكتر من حاجة. طبعا انا عامل اكتر من شيء متداخل. فانجشن جوا فانجشن جوا فانجشن. بالنسبة ليه السطر الغريب اللي هو عبارة عن دول دخلة في بعضها ده. ده انا بعمله بالطريقة دي. انت ممكن تعمل بطريقة تانية انك تحط في متغيرات زي ما انت عايز. بس انا حاول ان انا اشرح لك ده معنى ايه. وده مهمته انه هو بيفلتر لي الشيء اللي هيدخل. بيفلتر النص اللي داخل. تمام. يعني طبعا النص اللي داخل بيور بدون اي حاجة. الوريجنال بيكون عبارة عن ايه اللي هو ده. اللي هو بوست سيرش باكس. سيرش باكس اللي هو ايه. اسم بتاع آآ السيرش باكس. او بمعنى تاني الاسم اللي هو بتاع السندوق ده. تمام. فلما بيدخل هناك او القيمة لما بتدخل هناك طبعا من خلال بوست. خلاص الكلام ده انت عارفوا قديم. طيب. فبحطوا جوه ده اللي اسمها ستريب تاجز. ده اللي ستريب تاجز مهمتها انها بتشيل او بتحزف اي آآ واسم اتش تيميل. يعني تحسبوا ان اذا حاد دخل اتش تيميل الاتش تيميل اللي بيتشيل. بيتعمله اجنور خالص. وبتتاخد بس النصوص. الخطوة التانية ان انا حطيت كل ده آآ في اي ريبليس. ليه؟ لان انا عايز اعمل تبديل في حالة اذا كان المستخدم بيدخل اي علامات تنصيص. فعلامات التنصيص دي لابد من انها تحزف. طبعا احزف ازاي؟ بان انا بعمل لها ريبليس بمفيش بلا اي شيء. فطبعا راجعوا معي بقى طبعا الريبليس الستير اندرسكور اي ريبليس بحط في العامل الاول الشيء اللي انا بيدور عليه اللي هو عملت كاري بحس ان يدور لي على نقاط التنصيص او علامات التنصيص سواء المزدوجة او الفردية. والعامل التاني هو الشيء اللي هيتحول اليه فعملت بس زي مفيش يعني زي فراغ انت بتحط بس علامتين تنصيص كده معناها هيحزف. تمام؟ لا تحط مسافات ولا تحط اي حاجة. وطبعا العنصر او العامل التالت هو الايه؟ هو طبعا دلت الستريب تاجز ودخلها النص اللي راجع من السيرش باكس. وكل دول كمان اقدر ان انا ادخلهم جوه دالة اخرى بتاعة التريم دي. مهمتها انها بتعمل ايه؟ مهمتها انها بتحزف المسافات سواء في الاول او في الاخر. تمام؟ فبيبقى انا كده نقيت ان مفيش بس غير كلمات. والكلمات دي ليها مسافة من الاول ولا والاخر ولا ليها حتى علامات التنصيص سواء فردية او مزدوجة. طيب تقدر طبعا انك تعمل تستخدم الرجلر اكسبريشن وتنقي النصوص اللي دخلها بالطريقة اللي تعجبك. انا كل ده ان انا خزنت في المتغير words. طيب دي الخطوة الاولى. الخطوة التانية بقى هي زي ما انا قلت ان انا ببتدي اخد كل الكلمات اللي دخلها وحطها حولها كمصفوفة. بس لابد من انا الاول طبعا اتأكد ان في حاجة دخلة اصلا. يعني ممكن بعد كل ده الاقي ان ما فيش حاجة دخلت. الاقي انه فاضي. فطبعا هنا بتشك بالشرط F. فF empty words. يعني لو كان مثلا الناتج بعد كل الفلترة دي انه مفيش اي قيمة ومفيش اي حاجة. فطبعا بنعرض رسالة. بنقول please enter some words first. وزرار بتاع الباك. طيب else. اما في حالة else معناها ان في فعلا كلمات نصية دخلت في مربع بتاع البحث. فهنا بنبتدي عملية ايه التحويل الى مصفوفة. ان الكلمات تتحط في مصفوفة. طبعا ده بيكون من خلال regular expression. فبكل بساطة بستخدم break split. وبتاخد عاملين الدلة دي طبعا كده بقولك راجع بقى ايه. regular expression او راجع الدروس الخاصة بالنصوص. العامل الاول طبعا بيكون عبارة عن ان احنا بناخد الكلمة بعد ايه. يعني مثلا ايه هو الفاصل ما بين الكلمة والاخرى. تمام. الفاصل الطبيعي ما بين كل كلمة واخرى هنا. طب mix هو المسافة. لو الفاصل عبارة عن علامة مثلا زي مثلا الفاصلة. كده. لو الفاصل كده يبقى بتحط هنا الفاصلة. مش المسافة. تمام. فهنا المقصود به ان انا اخد الكلمة او ادخل كلمة كلمة في المصوفة. بس ايه اللي بيفصل ما بين الكلمة والاخرى. هو ده هنا اللي انت بتحطه. فهنا طبعا بيكون عبارة عن فاصلة عادية عشان تسيب المستخدم يعني يكتب الطريعة الطبيعية كل الكلمة والمسافة. فهنا بحط علامة مسافة مرة واحدة فقط. مش مرتين. لو عملت مرتين يعني لازم المستخدم يحط مرتين مرة واحدة فقط. وليه ما بين شرطتين ما يلين؟ لان دي بتقبل ال regular expression او التعبيرات القياسية. والعامل التاني هو طبعا الكلمات اللي تم فلترتها. دلوقتي الده اللي دي بترجعها بمصفوفة بنحطها في ال air words. نقدر ان احنا نلف جواها. خلي بالك. نقدر ان احنا نلف جواها. على حال ده كده انا هعمل اختبار test الاول قبل ما اكمل. وهقول له مثلا print underscore R air words. تمام. ده في حالة طبعا ايه? submit يعني. فالمفروض انه هو هيعرض لي الكلمات اللي هتدخل. خلينا اعمل preview in Chrome. طيب جميل جدا. نصير شوفر something. مثلا. welcome to g top mix. ما بين كل كلمة وكلمة في ايه? في مسافة. فجو. اه شفتوا. رح حاولها welcome. اصبحت فيه عنصر. كعنصر. واخد رقم صفر في المصوفة. والتو واخده والجي واخده رقم مش عارف اتنين. والتوب والمكس. وها كذا. اذا يبقى المصوفة دي انا ممكن الف جواها. زي ما انا عايز. وكل عنصر ياخد واخد كلمة. طيب. ده بس عشان اثبت لك الفكرة عاملة ازاي. طبعا انا مش عايز اعمل print. ولكن اللي انا عايز اعمله هو ان انا ابتدي ادور. فطالما هبتدي ادور في قاعدة البيانات. يبقى انا هنا هعمل اتصال بقاعدة البيانات. وهعمل الكويري بتاعي. وهيكون كالتالي. ركز معي عشان الدرس كله معمول عشان الحتة دي. طبعا باتصل بقاعدة البيانات من خلال استدعاء ملف الاتصال. الناس اللي لسه دخلها بتتفرج على الدرس اقولك. في ملف انا عامل في عملية الاتصال. ومجهزه. والمفروض بيتصل يقل 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 السكريبت بيقف له في حالة الاخطاء. وبرضو لو في حالة تم الاتصال بنختار قاعدة البيانات اللي احنا شغالين فيها اللي هي اسمها تست. وجوه قاعدة البيانات تست في جدول اسمه تابكس. وبيحتوي طبعا على سجلات المواضيع. بجهز الاوامر بتاعة المي سيكوال وبحطها في الكومنت زي ما انا بعمل في كل درس. واركز. سيلكت نجمة يعني اختلي كل حاجة. فروم. واسم الجدول طبكس. وير. لما يكون. اه. تايتل العنوان لايك. تايتل اللي هو ايه? اللي هو المقصود بيه تايتل ده. اللي هو العمود ده. او الحقل ده. لما يكون الحقل ده. لايك. كلمة لايك دي يعني زي. وبعد كده بتفتح علامتين تنصيص فردية. العلامات التنصيص الفردية دي طبعا مي سيكوال. وبتحط علامة البرسنت او العلامة المقوية. ما بين الكلمة اللي انت بتدور عليها. اه. يعني انا هنا طبعا حطيت بس اير ووردز زيرو. تمام يعني كأن مثلا اخدت الكلمة الاولينية من المصفوفة اللي انا مجهزها. وحطتها هنا وكأن دي بس انا بدور عليها. فطبعا لو انت عايز تدور على اكتر من عنصر. يعني مثلا العنصر الاول والتاني والتالت. استشف انت بقى ده ممكن تعمله ازاي. انت ممكن تعمله بفور. او ممكن كمان تعمله من خلال الكومند. لو تفتكر تكلمنا عن حاجة اسمها اند. فاكر. طبعا نرجع الدروس السابقة. انا بس بديك افكار عشان لازم انت تشتغل بقى بايدك. انا خلاص. ديتك السكة. اشتغل انت بقى. المهم يبقى وير. تايتل. لما يكون السجل يحتوي على قيمة. تمام. في خانة التايتل او في عمود التايتل. لايك. زي. وتحط الكلمة دي. هو لما بيدور هنا بيدور على المحتوى. جوة محتوى. يعني يبتدي يدور مثلا. هنقول welcome. يبتدي يبص هنا في المحتوى في تايتل مثلا. في السجل ده. فيه welcome. اه. يبقى هو ده. فالكلمة الاولانية في المصفوفة. or. او. ودي حاجة جديدة. احنا عارفين انه فيه and. لكن فيه كمان or. or. او. الكنتينت. طبعا الكنتينت ده مقصود بيه العمود التاني. اللي هو بيحتوي على المحتوى الموضوع يعني. like. هي هو السر في كلمة like ده. وبرضو علامة التنصيص فردية طبعا المي سيكوال. وعلامة البرسنت او المقاوية. لازم تكون ما بين الكلمة اللي انت بتدور عليها. وحط برضو نفس الكلمة. اللي موجودة هنا هي اللي بحطها هنا. وبرضو بعدها علامة مقاوية. وبعد كده مثلا بعمل الليمت عشرين. يعني بحس ان هو يعرض لي عشرين نتيجة البحث تكون عشرين خمسين مية. ده بقى شيء يرجع لك انت تحط الليمت زي ما انت عايز. بس. طيب انا هسأهلع لك عشان ممكن تكون اطلخبط. بكل بساطة لو انا بدور مثلا على welcome هقول له. تايتل لايك كده. welcome. welcome. وخلي بالك. وبرضو ممكن نحط مسافة. لان لو مثلا كلمة welcome دي مدمجة في الكلمات هيختارها. ولكن انا عايز طبعا يكون قبلها مسافة بعدها مسافة فبعملها بالطريقة دي. ففي الوقت ده هيجي يدور يدور في التايتل لايك welcome. او في الكنتنت لايك برضو welcome. تمام? ولكن انا هنا سبتها مفتوحة على حسب الكلمة المدخلة في مربع البحث. هو ده المقصود. select كل حاجة كل بيانات from الجدول اسم الجدول topics where لما يكون التايتل لايك داخل قيمة بتاعت التايتل الكلمة دي. or او داخل القيمة بتاعت الكنتنت الكلمة او نفس الكلمة يعني. وطبعا حدود 20 سجل. انا عايزك بس تجيب لي 20 موضوع. بعد كده بقى الطريقة الطبيعية في التنفيذ ان احنا بنبعد طبعا كل ده من خلال دلة الاستعلام بتاعت طبعا فيها مفتاح الاتصال. مفتاح الاتصال ده اللي هو المتغير اللي بيتم فيه بيانات الاتصال. تمام? والعامل التاني بيكون الكماند او الاوامر اللي انا جهزتها. فبعد كده طبعا المفروض ان كل الملفات اللي هي بترجع او النتائج البحث بترجع فين في result. في المتغير result. في حالة انه تم بنجاح الاتصال او ارسال الاوامر طبعا بيحصل الاكشن. ده في حالة ان لو فيه اي خطأ او اي شيء مش مزبوط. بيتنفذ اللي بعد ال else. فبيتعرض لنا دلة الاخطاء او نص المشكلة يعني. وبعد كده زي بقى الدروس السابقة بنعمل عملية تدقيق هل في سجلات ولا لا. فده بيكون من خلال دلة mysql inumrose. وبعد كده بنحط العمل بتاع result اللي هو بتاع query. فلو رجعت بصفر معناه ان ما فيش اي حاجة ما فيش اي سجلات متطبقة لكلمات البحث اللي احنا متدور عليها. اما في حالة else معناها ان فيه فعلا سجلات رجعت وهي جاهزة ان احنا زي ما بنقول كده نفنطها بالمصري. بنستخدم الطريقة بقى اللي احنا خلاص عرفناه وتعودنا عليها. اللي هي عبارة عن ايه? ان هي عبارة عن الدلة بتاعة mysql i underscore fetch assoc. وبنحط فيها برضو المتغير بتاعي بتاع الكويري. تمام? اللي هو بتاع result بنحطه هنا. فالدلة دي بترجع بمصفوفة بتحتوي على جميع السجلات وجميع الحقول بتاعتها. راجع الدروس السابقة. وبتتخزن جوه جيت طابك. يبقى جيت طابك دي اصبحت هي عبارة عن ايه? اصبحت المصفوفة اللي بتحتوي على المفاتيح. وكل مفتاح بيكون له اسم على حسب الحقول. والقيمة بتاعته على حسب الموضوع اللي طبعا الهواء اللي هتلف فيه. فتبتدي الهواء للدوران في السجلات اللي جات. وفي كل لفة بتطبع لنا رابط. والرابط ده بيكون داخل الجوه الهرف بتاعه او الصفحة اللي هنتوجه ليه. عبارة عن الملف المسؤول عن عرض المواضيع. طبعا ممكن تشوف الملف ده الشرح بتاعه في الدروس السابقة. ملف المسؤول عن عرض الموضوع. وطبعا بياخد متغير اي دي. والاي دي ده بياخد رقم الموضوع. تمام. وبالنسبة للنص اللي هيتعرض قدام المستخدم. هو طبعا العنوان بتاع الموضوع. لا اكتر ولا اقل. فجي الطابك اللي هو المصوفة دي. وبنحط مفتاح تايتل. يعني تايتل اللي هو ايه? اللي هو عنوان الموضوع. على حسب طبعا انهي موضوع يعني اثناء الدوران. بس. فهتش تو اتش تو عشان بس نكبر شوية. ما اعتقدش ان في اي حاجة تانية. وبعد كده بنعمل اغلاق للاتصال في النهاية في النهاية خالص. ولازم طبعا نحط المتغير بتاع الاتصال او لينك الاتصال. اللي هو كون لينك. اللي هو ده. لو انت مش عايز تعمل او نسيت مثلا انك تعمل اغلاق الاتصال هو بيتم اغلاقه تلقائيا ولكن الافضل انك تحطه مش هتخسر حاجة. طيب على الحال ده كده تعالوا نشوف النتيجة النهائية هتكون عاملة ازاي. تعالوا نجرب مثلا هكتب نيو. تمام. ففعلا جاب لي زاد نيو طبك ماشي طيب ولكم او مثلا جي. فلاقي فعلا جاب لي جي طوب ميس جي طوب ميكس ولو انا دست على اي رابط من ده هيتفتح لي الموضوع مفيش اي مشاكل. بس فيه طبعا بعض الحاجات اللي ممكن تواجهك زي مثلا اا على سبيل المثال يعني المواضيع اللي موجودة عندنا مثلا زد حرف زد. فلو مثلا عملت زد هتلاقي ان هو بيقولك يعني ملاقاش اي نتائج. فده طبعا انت ممكن بقى تغير يعني تلعب كده تحط كل الاحتمالات الممكنة. انا هنا مثلا عملت ايه ان مثلا لما تكون الكلمة وحطيت مثلا فواصل بحيث تحسبا اذا كانت الكلمة في نص الموضوع. تمام. وممكن برضو تضيف كمان اور مثلا يعني حط كل الاحتمالات الممكنة هضيف هعيد نفس اا نفس ده ولكن يعني ممكن مثلا اشيل المسافة. حسبا اذا كانت الكلمة في اول السطر. تمام. هو كده المفروض لو الكلمة في نص السطر. او في نص مثلا في مسافة قبلها وفي مسافة بعدها. ولكن هنا لو هقول ان هي في اول السطر ومفيش اي مسافات. تعالوا نجرب كده هتتحل المشكلة ولا ايه. فعلا اتحلت. يعني في عملية العملية لازم تكون دقيقة جدا وانت تحط كل الاحتمالات الممكنة. لان فعلا الكلمة ممكن تكون قبلها مسافة بعدها مسافة. وبيدار بدقة شديدة. تمام. او ممكن تكون الكلمة زي ما انا قلت. مفيش قبلها مسافة. بس بعدها مسافة. ففي الوقت ده كل اللي هتعمله ايه. ان انت بس هتشيل المسافة لبعد علامة المية. علامة المية دي مهمتها انها بتدار على الكلمة بالزبط بحد ذاتها. لو حرف او كده على حسب انت بتدخل ايه. الحاجة الاخيرة ان احنا هنحط هنستدعي الفورم. بدل ما طبعا كل شوية نفضل نرجع والكلام ده كله. هنستدعي الفورم ده في منطقة الهيد. فبنيجي هنا عند الهيد. وبنيجي في المنطقة المحاددة ليه في التصميم. وبنستدعيه بالمنظر ده. بنعمل انكلود وانس. طبعا الانكلود تحسبا اذا اتحزف بالغلط او بتعمل نقفش الاسكريبت على حاجة زي كده. فبنعمل انكلود وانس و بنحط اسم الملف بتاع mysqlsearch-form.php اللي هو مسؤول بس طبعا ما بتحطش اللي بيحصل فيه الاكشن او بتحصل فيه عرض النتائج. لا بتحط بس اللي هو ايه بتاع الفورم فقط. فخلينا نعمل save. وتكون النتيجة النهائية. تعال اعمل refresh هنا مثلا. ان فعلا بتعرض لنا. ونقدر من دلوقتي ان احنا ندور زي ما احنا عايزين. فخلينا نقول مثلا اكاديمي. فعلا راح جاب لي ايه راح جاب لي اكاديمي. سبعة سبعين. طبعا ممكن حد يقولي طب ده في اكاديمي تاني ما تعرضتش. هقولك هنا بقى انت محتاج ان انت تعمل يعني تحدث الموضوع اكتر. انا هنا لما عملت عملت بحالة الحروف الايه. حالة الاحرف الصغيرة. ولكن لو انا عملت الكبيرة هيجيب لي الكبيرة. تمام? فانا طبعا انا بقولك يعني الاسكريبت ده ناقص. انت بقى ممكن تطوره اكتر. فهنا بقى انت ممكن تعمل ايه ممكن توحد العملية دي. بطريقتك انت بقى. انا بصراحة انا مش هقولك ايه ازاي. طبعا فيه اساليب كتيرة جدا وطرق كتيرة جدا. ولكن انا دائما بحب كده اسيبك ان برضو لازم يكون لك واجب ولازم يكون لك جهد وبحث. شوف انت بقى الحاجات اللي انت تعلمتها معايا. تقدر تستفيد بها ازاي في النصوص والكلام ده. او ممكن تعمل ايه بحيث انك توفق. ان البحث لما يكون بحالة صغيرة او كبيرة. النتائج تظهر كلها مظبوطة. بس على اقل انا اديتك السكة والطريقة. كده اكتمل المشروع بتاعنا. لو مثلا اهو هعمل sign out. وهارجع للاندكس. طبعا اهو كل ده فين في الفاينال بروجيكت. انا مش بوريك النموذج الاصلي. لأ كل ده المشروع اللي احنا اشتغلنا عليه طول الفترة اللي فاتت في الفاينال بروجيكت. فماشي جميل. topic list. تمام. اعرض لنا الموضوع. جميل جدا. انت بخش كادمن. sign in. شكرا. home page. topic list. تمام. اعرض لنا الموضوع. جميل جدا. edit. جميل. ها اضيف سبعة وسبعين. كل حاجة سبعة وسبعين سبعة وسبعين. submit. تمام. اعرض لنا الموضوع من التاني بعد التعديلات. حلوة قوي. طيب اعمل delete للموضوع. yes. جميل جدا. topic list. الموضوع تحزف. دعا اعمل new topic. new topic. new topic. new topic. 77. submit. تمام. تعالوا نشوف. طبق. فعلا الموضوع. اضاف. والمحتويات بتاعته. في الوقت فعلا بتاع دلوقتي. يبقى كده المشروع مكتمل. ما عليكم الا ان انتو تبتدوا تنزلوا طبعا ان شاء الله. تطوروا فيه اكتر واكتر واكتر واكتر. وتضيفوا الحاجات اللي انتو عايزينها. كده خلاص. خلصنا كل حاجة. تابع دايما طبعا معانا على موقعنا gtmix.org. وتتواصل معنا على الايميل على academy.gtmix.org. برضو ليوتيوب. youtube.ganzori.mix. طبعا عشان القناة دي قديمة. مفتوحة من 2009 وكان ده اسمه. يعني حور الموقع ده بقى ده قصة كده. الفيسبوك برضو.com.gtmix.academy. او gtmix.academy. ده بالنسبة للصفحة بتاعت الفيسبوك. اما بالنسبة للصورة اللي في الخلفية دي. الغروب بالنسبة لي نهاية اليوم. ولكن هو امل. فالغروب مش يأس. الغروب قمة الامل بالنسبة لي. وبحب دايما ان انا حطه في النهايات. واللي حبيبني في الصورة دي. هذا الطائر. بسم الله الرحمن الرحيمي. اهلا بكم. واحنا لدينا الغورة استحبتة فيها بطريقة معينة. احنا دلوقتي في كده انا اولا ان احنا هنعمل جروب. فلابد من ان احنا ننهي الكورس في مكان جميل زي ده. لان طبعا كان تحدي كبير جدا. وكان الموضوع محتاج للصبر وارادة. وفي ناس تعملت معايا. اللي هي تملك واللي تقدر في الغورة. انا بشكركم جدا. وطبعا تواصلو. التواصل يكون من خلال دابل 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 دوت جيتميكس دوت ارد. ومن خلال اكاديميات جيتميكس دوت ارد. وسبكرايب على اليوتيوب. ولايك على الفيسكوك. واللي هو مثلا انا عايز اي اسئلة اي حاجة تدر طبعا من تواصلو. معانا من خلال معفعنا او من خلال اليوتيوب. الف الف شكر لكم. ان شاء الله اتمنى اشوفكم فيكم بصدقة دماغ. وسلام عليكم. ان قيمة الانسان ليست في اسمه ولا شكله ولا بلده ولا عرقه ولا لونه. وانما قيمته انه الانسان الذي كرمه الله وجعل له القوة في الارض وجعل نقط قوته في احساسه وقيمه وانسانيته. كلنا باختلافنا يجري في عرقنا نفس السائر الاحمر. كلنا مشتركين في نفس الهبة الالهية. كلنا نفكر ونحزن ونبكي ونفرح ونضحك. كلنا عندنا القدرة على القرار ولكن. ليس كلنا من يقرر. قرر ان تتغير الى الافضل. قرر ان لا تترك حلمك وان صعب الطريق عليك. قرر ان لا تترك حلمك وان طال الطريق بك وسرت فيه وحيدا. قرر ان تستمر حتى تترك في الدنيا اثرك الطيب عندما يتحقق حلمك. هيا قم وانطلق. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة